أهداف ثورة 26 ستمبر في اليمن هي امتداد للمصرية إلى أي مدى نستطيع نصف هذا التماهي المصري اليمني يعني ربما ديموغرافيا وجغرافيا حتى في المناهج حتى في الديموغرافيا والجغرافيا قبل التوحد اليمن خمس المساحة المصرية وخمس القوى البشرية المصرية يعني التماهي الموجود في اليموغرافيا والأهداف الثورة اللي حتى فيها نبني ونقضي على يعني نبني ونقضي على فهذا الامتداد كان شيء طبيعي أن يجب أن يتحرم الاستعمار أو ممثل الاستعمار عشان تكون هناك ثورات شعوب حقية وهذا ما تم البعض بيعتبر أن احنا بنتكلم كده عشان نبقى ضد الملك أو ضد أسرة محمد علي إطلاقا أنا أحد المؤيدين لأسرة محمد علي نصها الأولين من محمد علي نفسه 1805 إلى الخديو اسماعيل 1882 دي فترة وطنية فيها بناء في مصر من أول 82 أتى الإنجليز بأحد الخديويين خديو توفيه ثم شوية شوية مصر يحكمها الإنجليز من خلف سطار الملك خاص العبدين وبالتالي كتلازم أن تقوم الصورة كلها فشرت إلى أن أتت ثورة 52 فالثورة اليمنية امتداد لثورة 52 الثورة العراقية امتداد لثورة 52 وهذا هو التوجه الطبيعي أن نأخذ هذا الطريق ثم نتوحد البعض بيعتبر أن الثورات دي قامت عشان تغير نظام الملك بنظام جمهول لا إطلاقا لو كان النظام الملكي في مصر استمر كما كان محمد علي كانت فضلت مصر دولة ملكية وطنية لكن أنت اللي بيحكم مصر هو يستغلها الإنجليز من خلف سطار الملك وشعب المصر مش موجود شعب المصر موجود مجتمع النصف في المية لا ترى دكتور أو سيارة اللواء الدكتور محمد أن كل من خرج من عباءة الإنجليز الدول العربية وقامت بثورة هنا أو هناك لا تزال حتى هذه اللحظات تعاني من تدخلات من تحت الطاولة أطرافها وأبطالها الإنجليز إنجليترا بريطانيا إلى اليوم هل في ذلك ضمان لنجاح الثورات على انتداد أجيال مستقبلا أم أنه سيحدث على الأقل كما يحدث اليوم في اليمن بتوجه بريطانيا وخطط زي حكما تفضلت ابحث عن بريطانيا في التاريخ القديم لغاية حرب 56 تأميم قناة السويس ومعركة 56 الإشارة بدء قفول نجم بريطانيا الدولة التي تغيب عنها الشمس بدأت تغيب عنها الشمس إلى أن عاشت في الظلام حتى الآن ولكنها تركت أعوانها تركت أعوانها بشكل أو آخر الأعوان دول نجح ونجح كبير جدا وعاونهم ظروف وعاونهم بعضنا afaنا المشكلة في الآدوات المشكلة في الآدوات لكن المفروض أننا كنا خذنا عبرة من ما أخذو الآخرين الولايات المتحدة نفسها الولايات المتحدة دولة منقسمة الشمال يحارب الجنوب مثل المضعف اليمن مثل المضعف سومال والشمال يحارب الجنوب ولكن صوت العقل في مرحلة ما حضر وجلسوا لقلوا أننحنا عاوزين نفعل دولة وحدة ونلغي أي تقسيمة أو أي تفرقة وأسسوا لدولة قوية عاشت 300 سنة و400 سنة دولة عظمة بقالها أكثر من 150 سنة وهي نفس الدولة المنهكة من الحرب ليه؟ لأنهم قاعدوا قالوا عاوزين نؤسس لدستور حقوق وواجبات بنا تحتية جيش وطني قوى ما فيه الشمال وجنوب ولا أسود وأبيض يحمل لأمن القوم بره وجوه ثم البنى التحتية تؤسس الاقتصاد وكل دولار دفعناه في بنية أساسية طرو وسكة حديد وكباري ومواني رجع خمسة دولار ده اللي مصر بتعمل دلوقتي والبعض مش فهم أنا كنت